الله، 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 كوكبة من أسر شهداء الشرطة في طريقها إلى الأراضي المقدسة وسط مشاعر إيمانية صادقة تمتزج بالفرحة للفوز بأسمى هدية وهي حق البيت الحرام في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الأسر تقديراً لتضحيات أبنائهم من أجل أمن الوطن واستقراره وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بشكر الرئيس السيسي أولاً على كل حاجة بيعملها للشهداء كل حاجة يعني أنا مسؤولة وفاة زوجي وهو أنا مش شايفة منه غير كل خير قصماً بالله العليا العظيم أنا بشكره يعني في كل لحظة وكل ثانية بشكر السيد الرئيس الجمهوري على اهتمامه بنا وكل سنة حضرتكم طيبين فرحانين آخر فرح الحمد لله مفضل ربنا إن ربنا كرمنا وحنحج العالم ده إن شاء الله بأمرك يا رب وزارة الداخلية كلهم بأكملهم مؤثرواش معنا في أي حاجة ودائماً بيحاولوا يسعدون بأي قدر ممكن بيقدروا عليه مع وصول أسر الشهداء إلى مطار المدينة المنورة تصابق ضباط بعثة حق القرع لإنهاء إجراءاتهم بالتنسق مع وزارة الحق والعمر السعودية وتوفير الراحة لهم وسط ترحيب كبير بهم حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحق المصرية فالكل يعبر عن تقديره لهذه الأسر التي قدمت أبناءها فداء للوطن وتحملت ليحيا في عزة وكرامة حفاوة الاستقبال بفندق إقامة أسر الشهداء عند الوصول إليها كانت كبيرة حيث تم تنظيم احتفالية لهم بالورود تعكس تصابق الجميع على خدمتهم والتقدير الكبير الذي تحظى به هذه الأسر داخل وخارج الوطن فقد وفرت وزارة الداخلية ضباطا لخدمتهم طوال فترة الرحلة المباركة وتوفير الراحة لهم لآداء المناسك في كل مراحلها وفعلا كان استقبال جميل جميل جدا جدا وكان فيه ترحاب منهم استقبالهم معنا أسرة متكاملة مع بعض النبع نحن فعلا جامعين بجميع الخدمات للأسر الشهداء بالنسبة استقبالهم، اسكانهم من فنادق جميع مراعاتهم من وإلى حتى مغادرتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة استقبال عظيم جدا بالوردة هنا يعني والسبحة والشكناطة وكل حاجة جامعة الشهيد قرمني بعمره وحيد قرمني أن كل الشباب يحبوني وأكل ابني متوفر كله حوالي أيام أنا فرحانة بي ولدي أني خدم مصر جبنا حجة وحجة كعادة مش كل الحجات كمان ده أي واحد استمنى هذا أني ولد يطع شهيد فرحانين والله والله فرحانين والله العزو فرحانين فرحانين بالحجة فرحانين بيكم فرحانين نحن تعرفنا بيكم هذه الأسر تؤكد أن أبناءهم مبعث فخر دائم لهم وهذا التكريم بزيارة البيت الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم حيث وجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم طبعا الرئيس السيسي هو المتم جدا بأسر الشهداء وعملوا تكريم قبل كده وقابلته في عيد الشرطة اللي فات سيادة الرئيس عمره ما بينسى أسر الشهداء ولا بينسى التضحية اللي هم عاموا بيها ولا ينقص من قدر أهالي الشهداء خاصة الأم أو الأب وحسس بوجعهم وحسس أديهم يعني فقدوا جزء كبير أو من حياتهم أنا بشكر سيادة الرئيس وكل القائمين على إدارة الشهداء وفي الشرطة على الاهتمام المبالغ يعني صراحة بالنسبة للأسر الشهداء والأبناءهم والحمد لله خدنا حجني وزادة شوية وتشكره ويشكر رسالة الرئيس على الحجة الحلوة لدينا على شخص الشهيد برضو هنيئا لأسر الشهداء بتضحيات أبنائهم وهذا التكريم بحق البيت الحرام فلولا التضحيات ما كان الاستقرار الذي ينعم به الوطن وبداية نهضته نحو الجمهورية الجديدة أيها المصري أهلك لك في القلب مكان